أما عمر فقد بقي يدير شؤون دولته ويخدم الناس دون توقف ليس في دمشق فحسب بل في كل أنحاء الدولة الأموية مترامية الأطراف مولاي أمير المؤمنين بدأ الولاة بالوصول أدخلهم إلي فأنا بحاجتهم هذه الأيام فدخل الولاة أرى ملابسك قد حسنت وتجملت يا والي العراق أراك تلبس الحرير والخز ذلك من فضل الله عليه وأي فضل ذاك الذي أتاك ولم يأتي والي مصر أيوب بن شرحبيل ووالي المدينة المنورة أبو بكر بن حزم إنما ذلك من عمل الذي أعمله وهل تعملون شيئا غير ما وليناكم عليه من أمور المسلمين إنما لي بعض التجارة أعمل عليها إنما لي أراض لي فيها بعض النخيل وأنا لي أرضا أعمل بها يا سبحان الله نوليكم شؤون المسلمين فيعمل أحدكم بالتجارة وأحدكم بالزراعة ولكننا لا غنى لنا عن تجارتنا فقد يلزم الإنسان ما لا يمكن لعطاء الخليفة أن يكفيه فهل لكم في خير من ذلك؟ فلما وجد عمر أن الولاة يعملون بغير ما كلفهم إياه منعهم عن ذلك كي يتفرغوا لخدمة الناس والقيام بشؤون الدولة وأيضا ليغلق عليهم باب الشيطان ومقابل ذلك زاد في رواتبهم أيها الخازن اجعل لكل وال مئتي دينار بل اجعلها ثلاثمئة ثلاثمئة؟ ولكنه كثير إنه أكثر مما نفرضه لكم يا أمير المؤمنين إنما أريد أن أعفهم عن الخيانة وأغلق أبوابهم بوجه الشيطان فمن خان بعدها فلا يلومن إلا نفسه ثم أمر عمر بإيقاف الضرائب ومنع أن يؤخذ من أحد غير الزكاة التي فرضها الله تعالى على الناس ومن دفع الزكاة فإنها تؤخذ منه ومن لم يدفع لا تؤخذ منه غصبا ويقى أمره لله تعالى ولكن بيت المال سيعجز عندها عن سد حاجات الناس ومن قال لك أن بيت المال يعجز إن في مال الله هو أرض الله ورزق الله ما يسع كل إنسان بطعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وشؤونه كلها فلا تقلق على ذلك وإن في الزكاة التي فرضها الله تعالى على عباده ما يكفي ويزيد أيضا وإنما أنتم عليه إنما هو أمانه وهو يوم القيامة خزي وندامه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وبدأ عمر بن عبد العزيز يذكر الولاة بالله ويعظهم ويزيد في وعظهم حتى رقت قلوبهم والتعظوا ولكن أحد الولاة كان تأثره كبيرا فقد طلب أن يعفى من الولاية مولاي أمير المؤمنين أرجوك اعفني مما وليتني إياه ماذا تقول؟ أعفيك عن ولاية خراسان نعم يا مولاي فقد خلعت قلبي بكلامك عن ظلمة القبر وعذاب جهنم وإنني لا أقوى على هذا فأخاف أن أظلم إنسانا واحدا فيدعو علي دعوة في جوف الليل فأهوي في نار جهنم فأضيع آخرتي والله لو أن غيرك طلب مني لقبلت منه ولعزلته ولكنك رجل قوي في الحق ذو فراسة في الناس شديد على المذنب حليم على السفيه رحيم على الضعيف أرجوك يعفني ودع عني هذا الحمل لماذا كلما طلبت من أحد أمرا اعتذر منه وطلب أن أعفيه أتريدون أن أحمل كل هذا الحمل وحدي وتدعوني أمام الناس وحدي ألا تشفقون على أخيكم ألا تحملون عنه بعض ما حمل أعتذر إليك يا أمير المؤمنين فإنما أشفقت على نفسي مما ذكرت لي من ظلمة القبر وحر جهنم احرز على ما جعلك الله فيه واستعن بالله ولا تعجز وإذا ضاق بك أمر النهار فعليك بسجود الليل ودموع الخفية ودعاء العتمة فإن في ذلك ذهاب الهم والغم وقضاء الحوائج أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعاد الولاة إلى أعمالهم في الولايات التي ولاهم عليها عمر وقد أوصاهم بكثير من الوصايا لخدمة البلاد والعباد وذكرهم بتقوى الله تعالى أما بن عمومة عمر بن عبد العزيز فلم يجدوا إلا أن ذهبوا إلى عمة عمر وكانت امرأة صالحة يحبها عمر ويقدرها ويحترمها فطلبوا منها أن تكلم عمر في أن يترك الأراضي التي بين أيديهم وأن يدعهم وشأنهم يا عمة نريد أن تكلميه فأنت عمته وأنت أحب الناس على قلبه لا نريد منه سوى أن يكون واحدا منا يمن علينا بالأعطيات ولا يستأثر بها لنفسه لا أظن عمر يستأثر بشيء لنفسه ولكن دعوني أكلمه فلعلي أعود لكم بشيء مما يطيب به خاطركم عليه فإنه لا يسرني أن يصبح بن أعمامه هكذا يخالف بعضهم بعضا وقصدت فاطمة بنت مروان عمة عمر بن عبد العزيز القصر ثم جلست إلى ابن أخيها عمر وبدأت تتكلم بشأن أبناء عمومته فهل يقبل منها ما جاءت تطلبه؟ لي معك كلام يا عمر أريد أن أقوله لك مريني يا عمتي فكل آذان صاغية لك جئتك بأمر بني عمومك الذين يهانون في زمان ولايتك أتأخذ أموالهم وتعطيها لغيرهم ويذكرهم الناس بسوء عندك فلا تنكر والله ما منعتهم حقا لهم ولا أخذت منهم شيئا لهم إنما هي مظالم للناس أعدتها لأصحابها وإنني لا أقطع رحما ولا أسيء لأحد من الأقربين إنني أخاف عليك منهم مكرا أو غدرا أو يوما عصيبا كل يوم أخافه غير يوم القيامة لا وقان الله شره فأنا لا أخاف من أحد وإنما أرضي الله تعالى ولكنك تفعل ذلك بأن تغضبهم ألا تملكوا أن تتجنبهم لن أرضي أحدا إلا الله عز وجل فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط يا ابن أخي اسمع مني ثم أخذ عمر دينارا فوضعه فوق النار حتى حمر وتوهج ثم نظر إلى عمته وقال لها عمتي ألا تارثين لابن أخيك من يوم كهذا فيه نار كهذه أتلظى فيها كهذا الدينار احمليه عني إن استطعت ومن ذا الذي يقدر على نار نزاعة للشواه وأنا لا أقدر عليها أيضا يا عمتي إن عثرت بغلة في العراق خفت أن يسألني الله عنها لما لم تعبد لها الطريق يا عمر إنها مقولة عمر بن الخطاب وهو جدي يا عمتي أفلا أقتدي به وأكون مثله حسبك يا ابن أخي حسبك إن كانت هذه مقالتك فلا والله لا أطلب منك لهؤلاء شيئا ولا أعود إليك بأمورهم أبدا وهكذا عادت عمّة عمر بن عبد العزيز من عنده وقد يأست منه ومن استجابته لمطالب بني عمومته وقد أيقنت أن عمر صادق فيما يقوله لا يفعل ذلك إلا خوفا وخشية من الله تعالى ثم عادت إلى أبناء إخوتها لتخبرهم خبرها طمئنيني يا عمتاه ماذا قال لك؟ هل سمع منك؟ هل استجاب؟ هل قبل ما جئته به؟ بماذا تظنونني جئتكم؟ تظنون عمر بن عبد العزيز سيغير رأيه؟ سيتراجع عما مضى به؟ ما هي حجته إذن؟ وهل يحتاج إلى حجة؟ إنه رجل يخاف الله إنه لا يفتأ يذكر يوم القيامة والجنة والنار والحساب والعذاب إنه يرى أن ما في بيت المال إنما هو للفقير والمسكين وذل حاجة فبأي حق سيمنحكم دونا عنهم لقد تغير علينا وتنكر لبني قومه أنتم فعلتم هذا بأنفسكم تتزوجون من آل عمر بن الخطاب فجاء من يشبه جده ثم تلوموه كان عليكم أن تكونوا مثله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نعم فقد كان عمر بن عبد العزيز يشبه جده عمر بن الخطاب ولم يقبل أن يمنح أحدا شيئا لا يستحقه وبقي بعض أبناء عمومته يضمرون له في نفوسهم شيئا والله لن أستسلم له وسيرى ماذا سأفعل وبقي عمر على عهده في خدمة الناس والقيام بشؤونهم حتى بدأ يعم الرخاء في البلاد أما حال الخليفة في قصره فقد كان الحال مختلفة حيث وصل الورع بعمر حدا لم يعرف أحد من قبل أتأذن لي أن أسألك شيئا يا أمير المؤمنين قل ما لديك يا رجاء فإنني أستمع إليك منذ أمد وأنا أراك تفعل مثل ما فعلت اليوم لديك مصباحان حينا تشغل أحدهما وحينا تطفئه فتشغل الآخر والآن حين كنت مع ولدك عبد الملك كنت تستضيء بأحد هذين المصباحين فلما كلمتك أطفأته ثم أنرت الآخر إنما هذا المصباح الذي كنت أنير به المكان وأنا أتحدث مع ولدي عبد الملك إنما هو مصباحي وزيته الذي يشتعل منه إنما هو من بيتي أستخدمه حين أتحدث في أموري وأمور أهلي أما هذا المصباح الكبير فهو مصباح دار الخلافة وهو ملك لبيت المال أضيئه حين أتحدث عن شؤون الحكم والبلاد فهو ملك لجميع المسلمين ولا يحق لاستخدامه حين أتحدث في شأني وشأني أهلي ما أشد ورعك يا أمير المؤمنين وحرصك على أموال المسلمين وفي بيت عمر بن عبد العزيز قد خفنا أن تؤذيك رائحة أفواههم فاتعدنا عنك أيمكن للأبي أن يتأذى من بناته أن تن قرة عيني ومهجة فؤادي بناتي فالذات كبدي ونور عيني إنني أعلم والله الحال الذي أنتن عليه تأكلنا لا كما يأكل الآخرون وتلبسنا لا كما تلبس الأخريات وأنا مثلكن يا بناتي لا أملك إلا ثوبي هذا ألبسه طيلة النهار أصلي فيه وأمشي فيه في الطريق وأحكم فيه في قصر الخلافة ولكننا منذ وقت طويل لم نأكل إلا عدسا وبصل يا بنيتي أتريدين أن تأكل من كل الألوان ويذهب بأبيك إلى النار اصبروا اصبروا يا أهل بيتي فإن العاقبة للصابرين وإن الآخرة خير لنا من الأولى نصبر إن شاء الله فإن لنا صبر على الجوع في الدنيا وليس لنا صبر على النار يوم القيامة